بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة موداه احنا بنخصص اليوم ده عشان نبقى في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسمع من كلامه وندوق من شهد أنواره صلى الله عليه وآله وسلم وجوامع كلمه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم النهاردة معدنا مع حديث جديد يعني نور جديد وبركة ووصل الحديث اللي احنا معنا النهاردة حديث عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ مني خمسة خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن قال أبو هريرة أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعدهن فيها يعني حضرة النبي رح واخذ إيد سيدنا أبو هريرة وبدأ يعدها وقال اتق الله اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت القلب نقول تاني الحديث حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زي ما سيدنا أبو هريرة بيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هذه الخمس فيعمل بهن أو يعلمهن لمن يعمل بهن فقال سيدنا أبو هريرة أنا يا رسول الله قال فأخذ بيدي فعدهن فيها قال صلى الله عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة ولا تكثر الضحك فإن الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب تخيل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين فيكم منتبه مين فيكم يأخذ هذه الخمسة اللي هو وكأنهم خمس قضايا مركزية خمس أصول لو الواحد عمل بيها تنصلح حياته ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمل بيها أو إذا ما استطعش أنه يعمل بيها يعلم من يعمل بيها عشان ياخذ سواب أنه علمها الحد فالدهل على الخير كفاعله فحضرت النبي بيعلم الصحابة بطريقة مختلفة فيتوجه بسؤال عشان يجزي بانتباههم وينشط زاكرة التلقي وينشط غدة التلقي في نفسهم فيقول من يأخذ مني خمسة خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن فتأمل جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بياخد إيد سيدنا أبو هريرة شوف ماذا الود ماذا هذه الحميمية هذا القرب اللي ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبين سيدنا أبو هريرة ويمسك إيده ويبتدي عد الخمس حاجات على سوابع سيدنا أبو هريرة أول حاجة اتق المحارم تكون أعبد الناس ويشوف المعنى البديع أنا دايما بأؤكد لحضراتكم أن أعبد الناس مش بس اللي عنده كثرت عبادة لكن أعبد الناس هو الشخص اللي بينه وبين المحارم حمى اللي بينه وبين المحارم بعد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عايز تبقى من أعبد الناس بيقول للناس عايز تبقى من أعبد الناس اترك ما يغضي بالله سبحانه وتعالى وبعدك عنه لأن الأصل أنت قريب من الله سبحانه وتعالى يبقى هنا نقول حاجة مهمة قوي يبقى حضرة النبي بيأسس فينا احنا ناخد خمس أصول هذه الأصول هي أصول العيش الهني حضرة النبي في الخمس حاجات دولة بيعلمنا ازاي نبقى عايشنا هني فأول حاجة أنت قريب فلا تلعب بك نفسك فتنزلك في المحل البعيد امتى تبقى في المحل البعيد لما ترتكب المحارم ولذلك حضرة النبي قال له اتق المحارم تكن أعبد الناس وليه ليه بنستخدم القرب هنا لأن فكرة ماذا فكرة قرب العبد من الله سبحانه وتعالى أليس الله بكاف عبده يبقى إيه حاصل يبقى إذن وأقرب ما يكون العبد دور العبد يبقى مين اللي بيبقى قريب من الله العبد يبقى ليه نتق المحارم نتق المحارم لأنها تخرجنا من أصل لأننا على حال القرب مع الله طيب والمحارم بتاخدنا من حضرة مولانا لا بتغطي على قلوبنا لذلك المحارم كل واحد يشرب المحارم دي ويقبل المحارم دي ويتلقى في المحارم دي تنكت نكتة سوداء في قلب لغاية ما تصير القلوب على قلبين قلب أصفى من اللبن دا اللي أنكر اللي إيه المحارم وتركة وما جاش جنبها وما اقتربش منها طيب واللي اقترب منها تنكت نكتة سوداء في قلبي وحسب بقى الجرم النكتة تكون شكلها إيه فإيه اللي حاصل فتنكت النكتة في قلبه ولغاية ما النكت تزيد ولغاية ما يبقى قلبه مليء بالسواد فبصيرته لا ترى مولاه يبقى وهو ده السيبة سألوني إيه إيه الأسوأ في المحارم إن هي بتخلي الناس قريب من النار ولا إن المحارم دي ارتكاب المحارم دي يعني ما حرم الله بيخلي الإنسان يحس بإن النور انطفق في قلبه بتقولهم في حاجة أهم من كده إن المحارم بتخليك تحس بإن أنت مش في حضرة مولاك سواء نفسك الأمرة بالسوق قالت لك افعل إذا أردت أن تفعل الحرام فاعتبر اضحك على نفسك وقول لنفسك إن أنت في غياب عن نظر الله أو في غياب نظرك عن الله وزيك التعبير الصحيح أنت لا تغيب عن الله ولكن نظرك يغيب عنه يبقى أنت ما بتغيبش عن ربنا أنت ما في حل نظره على طول لكن النقطة السوداء والمحارم اللي بتيجي على قلبك والسواد اللي بيجي على قلبك بيعزلك عن مولاك ولذلك اتق الله اتق المحارم تكون أعبد الناس ليه بقى ليه التلازم ده إزاي أنا لما اتق المحارم أكون أعبد الناس لأنك إذا اتقيت المحارم وهنا على فكرة اتق المحارم يعني كن تقيا بيترك المحارم كن تقيا بيترك المحارم يبقى أنت إذا وزي ما قالي كده الشاعر وكون كماشي على أرض الشوكي يحظر ما يرى يبقى إلا حاصل يبقى تخلي بالك أن أنت بتبتعد عن المعاصي بقدر ما تستطيع لأن أنت لو بتعدت عن المعاصي يحصل إيه لو بتعدت عن المعاصي تقترب من مولاك سبحانه وتعالى لأن المعاصي الحجاب الذي بينك وبين الله ولذلك سألوني هل تقبال على الله يحتاج إلى طريق طويل نقطعه قلت لا بل يحتاج لحجاب عن قلبك ترفعه فإذا رفعت الحجاب وجدت الله أمامك يبقى أنت لازم ترفع الحجاب إلا على قلبك الحاجة التانية اللي ذكرها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف الربط العجيب ما بين هذا الحديث اتق المحارم تكون أعبد الناس والحاجة التانية خلاص دي التخلية خلينا خلاص يبقى دي أو التخلية أنا سأترك المحارم سأطهر نفسي من المحارم طب والحاجة التانية بقى وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس دي بقى إيه التحلية بقى الله أعطاني وما أعطاني الله سبحانه وتعالى يكفيني ولذلك دايما نقول كده دايما لازم نتأمل حديث رسول الله عليه وسلم اللهم أغننا بفضلك عم من سواك يعني إيه احنا شايفين اللي ربنا ادهننا صاحب البصيرة اللهم أغننا بفضلك يعني إيه أغننا أن نراك قد أعطيتنا فضلا ولم تعطينا عدلا يعني إيه أعطيتنا فضلا يعني أعطيتنا فوق ما نحتاج فوق ما نطلب وإذا أنت وصلت لهذا اليقين من أن الله أعطاك فوق ما تريد فخلاص أنت أغنى الناس ليه؟ مو مين أغنى الناس الذي يرى أنه عنده فوق ما يريد يبقى أنت لو إنك إنت إيه اللي حاصل؟ رضيت بما قسم الله لك تبقى السؤال يعني إيه أرضى بما قسم الله ليه؟ ودايما الناس بتشوف كده الرضى بما قسم الله ليه يقولك ده صعبا وعارف ليه؟ لأن أنت بترضى بما قسم ونحن نرضى بالقاسم إحنا بنرضى بالله إحنا بنرضى بمولانا يبقى ورضى بما قسم الله لك يعني إرضى بأن الله قسم لك ما يغنيك يبقى أنت لازم تفهم ده لازم تفهم إن الرضى هنا فييجي واحد يقول لي مو ده قليل مو ده ما يكفيش صحيح ده ما يكفيش ولكن أليس الله بكفر عبده؟ آه إحنا كده فهمنا إن القضية مش ما أعطيت القضية بأن العاطي لا يعطي إلا بكرم يبقى العاطي لا يعطي إلا بإيه؟ بكرم فلا حجة لمن ادعى أنه انحرم ما فيش حجة ما فيش حجة لحد أنه تحرم ما فيش لأن الكريم إذا أعطى أغنى الكريم إذا أعطى أغنى طب ما يقول لي ما في بعض الناس اسمهم الفقراء ده حتى ربنا بيقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله إلى الله وبيقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين نعم في نظرنا نحن لكن على الحقيقة من نظر إليه الله سبحانه وتعالى أغنى والدليل على ذلك إيه؟ هذا الدعاء نظرة منك تجعل أشق العباد سعيدة فإذا بالك بقى مش كان نظرة ده كان عطاء وهبة يبقى خلاص يبقى كل هبة من الله مكتوب عليها أليس الله بكاف عبدة وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يعني الغنى مش بيكون عند الإنسان فلوسه بس إحنا فهمين الغنى غلط أعظم غنى هو غنى النفس زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغني ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس يبقى أنت لما تبقى غاء أحساس عندك بغنى النفس غنى النفس من أين يأتي؟ قال غنى النفس يأتي من جمال الأنس يبقى غنى النفس يأتي من جمال الأنس عارف أنت لما تحس كده أنت شبعان مش بيحتاج حاجة ليه؟ لأن الله معك ما بالك باثنين الله سالسهما لسه في أنوار لسه ماشيين في أنوار الهجرة شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا سلام يا سلام على هذا الجمال وإذي كي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبه محمد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى هنا عرفنا باب الغنى الأعظم باب الغنى الأعظم هو أن تستغني بالله في ناس كثيرة تقول أنتوا كده بتسكنوا الفقراء يعني وتحسسوهم بحاجة مش حقيقة بالعكس هي دي الحقيقة الأولى اللي احنا بناخفر عنها احنا بنرجعهم للحقيقة تاني أن الغنى هو الغنى بالله وليس الغنى بالعرض لأن العرض يزول وينتهي ولا يضمن ولا نستطيع أن نمسكه أتيك شويفين حرب بتيجي وباقي ييجي الناس تفقد أموالها وتفقد كل الحاجات اللي هي بتمتلكها لكن إذا وجدت الله فماذا فقت آه لا مش فقط حاجة خالص ليه لأننا معي لله سبحانه وتعالى حاجة التالتة والمهمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيكرسي بأول حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت قريب فلا تحجب نفسك بسوء نفسك الأمارة بالسوء ما تحجبش نفسك بسوء نفسك الأمارة بالسوء طب والحاجة التالية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضا سعة فإذا رضيت أدركت وسع الواسعة آه يبقى أنت لما ترضى تدرك وسع الواسعة يبقى إحنا هنا إيه اللي حاصل أذهبنا عن بصيرتنا السواد ثم رأينا وسع الواسعة طب بعد كده إليه حصل أنت خلاص كده بشأله ورضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس طب أنت أغنى الناس تعمل إيه بقى بالغنى ده ما أنت كده عندك فضل وظهر يبقى بدل أنت عندك زيادة وبقيت أغنى الناس تصدق على الناس وأحسن إلى أجارك تكون مؤمنة يعني إيه تكون مؤمنة تكون مؤمن بالكلام اللي إحنا قلناه تكون مؤمن بأنك رضيت بالله رب فأنت عندك فائد عندك زيادة الزيادة دي جات من إين لأن أنت بقيت أغنى الناس خلاص عليك أن تفرج عن الناس من فرج عن مسلم من كربة من كرب دنيا فرج الله عنه من كربة من كرب يوم القيامة ليه؟ لأنه مؤمن يبقى أنت لو مؤمن تساعد الحواليك بأي فائد عندك فأي فائد عندي قال له آه ما حدث النبي قال والكلمة الطيبة صدقة قدم كلمة طيبة وقال كده واللقمة ترفعها إلى في زوجتك يا صدقة يبقى إذن أنت قادر تتصدق على من حولك وإذنك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيأمل إيه؟ بيتكلم على الإنسان والجار يبقى ثالث حاجة وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة يعني إيه؟ بننتقل من النور الذاتي إلى تنوير المجتمع يشوف الدرجة كده تطهر من هفواتك وتخلى ثم تحلى بيأي بأي؟ تحلى بالرضى اللي هيخليك طول الوقت غني ثم ذهب وانشر هذا النور بين الناس وأول من تبدأ به من يليك جارك لإن جارك ده إيه اللي حاصل؟ جارك هو خيره من تظهر في حياته بصفات إيمانك ليه؟ لأنك تؤمن أقرب الناس إليك أقرب الناس إليك منزلاً جارك فلما تؤمنه تبقى مؤمن لأن المؤمنة من أمينه الناس فأول حد ممكن تحس بيه إن أنت مؤمن جارك يبقى إحنا لازم نرجع تاني ما يسمى بكرامة الجيرة لازم نعيد كرامة الجيرة لازم نعلم أولادنا كرامة الجيرة لازم نعلم زوجتنا كرامة الجيرة لازم نتعلم كلنا كرامة الجيرة ومحدش يمل ولا يزهر إن يعلم أهل بيته كرامة الجيرة يبقى دي تالت حاجة يبقى كرامة الجيرة دي من علامة الإيمان يبقى من علامة الإيمان الإحسان إلى الجيران وإحنا عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكر من جارة ووصل إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يصيني بالجارة حتى ظننت أنه سيورثه ليه سيورثه؟ لأن بينكم نسب نسب مكاني نيجي للمعنى الرابع يبقى إحنا عندنا نقب صرتك من المحارم هتكون أعبد الناس فلما تبقى عبد هتظهر عبوديتك العبودية دي هتظهر في قلبك معنى مهم الرضا أن أنت ترضى بما قسم الله لك فتكون أغنى الناس إذا كان عندك غنى تصدق على الناس وأول من تتصدق عليه وعشان كده الإحسان الإحسان هنا يتناسب مع الصدقة وأول من تحسن إليه هو جارك يبقى خرجنا من الذات ومن الفرد إلى المجتمع فتحسن إلى الناس فلما تحسن إلى الناس تكونوا مؤمنا مؤمنا يعني منور بنور الإيمان طب بعد كده هنروح فين يا رسول الله؟ وسع الدائرة بقى وسع دائرة الجار إلى الناس كلها طب إذا لم تستطع أن تأهو طبعا لن يكلفنا الشرع مالا نطيق مش هنقدر نساعد الناس كلها ولا نقدر ننفع الناس كلها فنعمل إيه؟ أقل شيء وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة الله يعني أنا إذا ما قدرت أسع الناس كلهم أحب لهم الخير وأسعدهم على الخير وأوصل لهم الخير أي حد في العالم ما تمناش أن في حد في الدنيا يتجرح ما تمناش أن في حد يتهجر ما تمناش أننا يبقى فيه لاجئين في العالم لأننا نفسي ما أحبش أننا نكون في الوضع ده ولذلك من تمام الإيمان والإسلام أن الإنسان يحب للناس الخير والإحسان لازم تحب للناس الخير ولذلك بمقدار إيمان العبد بمقدار ما أحب للناس من النور والخير والبركة يبقى وأحب للناس ما تحب لنفسك يبقى الناس كلها يبقى إحنا كده ملينا العالم تيجي بقى الحكاية ماذا؟ المعنى الخامس بقى يبقى إحنا ده يبقى إيه اللي حاصل نقينا أنفسنا رضينا بما قسم الله له فاتسعت صدرنا ورزقنا الله من حيثنا نحتسب رزقنا إيه؟ رزقنا الرضا فأصبحنا أغنى الناس فتصدقنا على من حولنا من الجيران وأحسننا إليهم فسرنا مؤمنين ثم بعد ذلك ماذا؟ أحببنا الخير للناس فسرنا مسلمين فبقي أن نحن نعمل إيه؟ نعمل حاجة بقى مهمة أوي 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 ودي الحاجة الخمسة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أشار علينا بها إيه هي؟ أن نكون من أهل الاتزان وأن لا نستخدم شيء يدل على الفرح في السخرية من الخلق ما ممكن واحد يسخر من الناس ويأذيهم بكلامه وممكن الشخص ده يبقى متكلف اللي أنت عملته ده من أن أنت أحسنت الالجار يدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون لكن أن أنت تتكلف الفرح ده يفسد عليك الفرح الحقيقية اللي في قلبك وعشان كده لا تكسر من الضحك فإن الضحك يموت القلب يموت القلب بإيه؟ بالتكلف والتمثيل وعدم الحقيقية وأن أنت تبقى إنسان زي ما بيقولوا كده إنسان خداع بتخدع الناس بابتسامتك وأنت ما عندكش في قلبك فرح بنعمة الله الشخص اللي يفرح ويبالغ في الفرح مش يبالغ في الفرح يبالغ في الضحك يعني وكأنه بيحصل له حالة هستيرية ما بيكونش نور الإيمان في قلبه في الحقيقة وما بقلاش إن حد ييجي يقوله وأنتو مش عايزيننا نفرح إحنا عايزينك تفرح بس مش عايزينك تبقى إنسان مش حقيقي زي ما بعبر الناس ما تبقاش إنسان فيك أو حتى إن أنت تستخدم السخرية من الناس فتحب إن أنت تضحك قوي 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 لدرجة إن أنت ممكن توصل إن أنت تضحك على الناس ولما تضحك على الناس تبقى بتوجعهم وبتأذيهم وعشان كده لازم نبطل ده إحنا تكلمنا عن خمس أصول أنا بسميها أصول العيش الهني أنت قريب ولا امتزر قريبا وعشان كده لازم تحجب نفسك عن المحارم عشان تبقى في أقرب مقام من الله سبحانه وتعالى وتاني حاجة العاطي سبحانه وتعالى لا يعطي إلا بكرم فلا حج لمن يدعي أنه حرم ولذلك كن أغنى الناس بالرضى والغنى وغنى النفس يأتي بجمال الأنس لباب الغنى الأعظم هو الغنى بالله ولذلك ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وننتقل من النور الذاتي إلى تنوير المجتمع وأول من يقابلنا في هذا التنوير الجار الذي به نتجاور إن شاء الله في الجنة فنفتح بشائر الجنة في الدنيا بأن نحسن إلى جارنا فينفتح علينا باب الإيمان ونستع مفهوم المحبة ونستع مفهوم الخير فنحب الخير للناس كما نحبه لأنفسنا وفي النهاية نحرص على اتزاننا ومن كنش أبدا بنكذب على أنفسنا ولا بنخدعه بكثرة الضحك الذي هو في الحقيقة ليس سرورا ولا فرحا حقيقيا وإياك أن تكون ممن يضحكون على الناس فتسخر منهم فيكون ذلك مؤذيا لقلبك أن تموت عن الجراء أن يموت قلبك عن الجراحة التي تتسبب بها في قلوب الناس ساعتها هتكون أنت متبع لهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ترفع إيدك افتخذ الخمس حاجات دي اللي ممكن تهنيك وتفتح عليك أبواب السعادة في الدنيا والآخرة يا رب جعلنا من أهل هذه الخمسة وجعلنا من المحفوظين وجعلنا ممن يعيشون بأنوار سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاصل نجيب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيس بوك صفحة بالنمج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيس بوك صفحة بالنمج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة واللي بتكون باب من أبواب الوصل وباب من أبواب البركة وباب من أبواب النور اللي ربنا سبحانه تعالى بيخلينا موصولين بمجالس العلم طول الوقت أول سؤال وصلنا على الصفحة بيقول وعاني من الوسواس والخوف أعمل إيه وعاني من الوسواس والخوف أعمل إيه السؤال ده مهم جدا وبيتكرر كتير وعلى فكرة بالمناسبة أنا لا أمل من أن حد يجي يسألني السؤال ده ليه؟ لأن يا سادة أنا أقول لكم حاجة سبب من أسباب بس خلينا نتكلم عشان نسع في الناس ونتكلم بالمسألة دي واحد بيقول أنا عندي وسواس وخوف الوسواس والخوف ده لو منعك من أداء عملك لو بوز عليك حياتك الزوجية أو حياتك الأسرية لو كنت لسه ما تجوزتش لو بوز عليك علاقاتك لو بوز عليك حياتك وخلك حاسس بأن الحياة بقت تقيلة عليك يعني لو الوسواس ده بيخليك بيضيع وقت طويل منك عشان تقول تكبيرت الأحرام أو بيضيع وقت كبير منك عشان أنه أنت بتتوضأ أو بيضيع وقت كبير منك أن أنت تتأكد أني سمعت من فلان أو قفلت الباب ولا لا لو ده بيحصل لك بهذه الصورة اللي تخلي حياتك معطلة أنت لازم تروح للدكتور لازم إن الله ما أنزل داءا إلا وأنزل له دواء فلاسل إذا حياتك تعطلت وده المعيار اللي عندنا إنت الشخص لازم يروح للطبيب للطبيب النفسي إذا تعطلت وتوقفت حياته إذا توقفت حياته مش لازم تتوقف إذا تعطلت حياته يبقى ضرورة اللي هو يروح للدكتور وهقولك شيء يساعدك في هذا السياق إيه وهتفى من لنا اللي بقوله لك ده بديل عن الزياب للطبيب أبدا ده مساعد أول حاجة لو سمحت لا تلتفت إلى الوسواس يعني يجيلك الوسواس أنت صليت ثلاثة ولا أربعة أنا صليت أربعة إيه ده؟ ده إحنا في الصلاة بنبني بنبني على الأقل آه عند الشخص السليم اللي مش عنده هذا الوسواس لأن أنت لو فضلت كده أنت بتزود الوسواس يبقى أول حاجة اللي حاصل لا تطع الوسواس بالبلد كده إيه؟ استعبط لأن أنت لو طوعت الوسواس يشتاد عليك الناس تقول لأ أنا ما كنتش كده إن أنا كنت بس في الوسواس بتوضى بس وبكرر الوضوء هقول له طب عملت إيه؟ ما أنا عارف هو عمل إيه؟ عمل إيه؟ قال له لأ أنت ممكن ما تكونش خسلت ضفرك كويس فيتوضى تاني لأ أنت ممكن ما تكونش خسلت بطن إيدك كويس يتوضى تالت يبقى هو إيه اللي بيخلي الوسواس يتمكن منه؟ الاستجابة للوسواس يبقى لا تستجيب للوسواس طيب إن كله بيعين مع وجود الدو يبقى أول حاجة لا تستجيب للوسواس الحاجة التانية بقى عشان تقدر تتجاوز للوسواس غير بنمجك اليومي يعني أنت برنامجك بيساعدك بنمج اللي أنت بتعمله بيساعدك على أنك أنت إيه؟ تتوسوس حتى في العمل اللي أنت بتتوسوسي أن تفطرد أن أنت في الوضوء بتتوسوس ليه؟ أول حاجة بتعملها في الوضوء بتدخل بتغسل الحمام كله ما تعملش كده اتوضى واطلع بسرعة بس ده ما ما قدرش أعمله 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 وكرره فلما تعمله وكرره ده يحل المسألة عندك يبقى غير بنمج أنا بأتطر أعود ثلاث ساعات عشان الوضوء أو بأتطر أعمل كذا عشان ما أعرفش إيه؟ غير بنمج ده لما تغير بنمج ده لما تغير بنمج ده هتحس بفرق كبير تالت حاجة بقى شوف الزكر اللي بتطمئن ليه قلبك ولما يحصل الوسواس ما تعملهش مع الوسواس عشان ما يحصلش ارتباط شرطي ولكن اعمله بعد الوسواس تحس انت براحة وكل ما تزيد الراحة في حياتك كل ما الوسواس والخوف يروح بين حياتك وعشان كده الزكر تعمل الزكر اللي انت بتحبه مش الزكر اللي انت شايف انه بيسكت الوسواس لا اعمل الزكر اللي بتحبه عشان ينشر في قلبك الانس فتستطيع ان تقوم النفس السؤال التاني بيقول ايه انا عندي 16 سنة امي ما بتحبش التلفاز لما انا وختي نسمع التلفاز تقول اتفوه واحنا زهقنا كل يوم على نفس الكلام وكل يوم تدع علينا وصلت لحد الى هذا الحد تدع علينا بتعود تتعبني نفسيا يعني النهارة بيض انا مش عارفة اعمل ايه انا زهقت اوي يعني انا عايز اقول بس للام احنا عندنا في ترتيب المقاصد الشرعية مقصد حفظ النفس هو اعلى المقاصد يعني ايه حفظ النفس وبعدين حفظ العقل وبعدين حفظ الدين ان حفظ الدين ده لو كان مقصود الاحكام لازم الشخص يبقى عنده عايش ثم يكون عقل ثم يكون يقدر يقدي تكليف الله سبحانه وتعالى طب هو لو مش عايش يبقى مش هيقدر يعيش بالدين فعشان كده قاله ان الدين هو المقصد الاول حفظ النفس هو المقصد الاول وحفظ الدين هو المقصد التالت انا بقول كده ليه انا بقى في حاجات بتخليني احس باني التدين كده وكأنه تدين فيه ان شخص بيعيش تدينه في الاخرين وده وتعلامة التدين الكام الشخص المتدين اول ما يعيش تدينه يعيش تدينه في نفسه لكن لما يعيش تدينه في الاخرين ايه الفرق ما بين ام بتقول لابنها ام صلي العشة لحسن تفوتك وبين واحدة بتقول لابنها ام صلي العشة لحسن والعياذ بالله تقبض الان وتذهب الى النار ايه الفرق ما بين الاتنين دي عايشة الاولانية دي عايزة تخلي ابنها موصول بالله طب والتانية عايزة تبين ان هي انسان مستحضر الاخرة طول الوقت اعوذ بالله فلذلك انا بنصح الام ان هي تتقل الله سبحانه وتعالى في اولادها لان اولادك يبطدوا يوصلوا الى حد المرض النفسي ابنك بيقول ان هو بقى يضعب نفسيا ده مش تعبير مجازي بالمناسبة ده تعبير حقيقي فانا بكلم حضرتك واولادك لو ان هم سمعين دي يسمعوا يسمعوك الكلام اللي انا بقوله ان هذا الدين متين ولن يشد هذا الدين احد الا غلبة بشوفوا طول الوقت في جلسات الارشاد وبشوفوا طول الوقت في الاسئلة اللي بتعرض علي ترفقي باولادك واذا كانوا هم بيشوفوا حاجة انت مش عقباكي حاول بقدر الامكان ان انت تتكلم معاهم مش تفرض عليهم لان انت لو فرضت عليهم وهم كبار كده انا اظن ان مسألة عتتتحول الى خطر يا رب احفظ اولادنا من كل مكروه وسوء بعد الفاصل نلتقي لكي نكمل اسئلاتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا اسئلاتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا وعندنا سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يمكن احتساب مبلغ سددته به دين اخويا كزكات مال هنا مسألة مهمة جدا ان انا سددت الدين بتاع اخويا يعني ايه اللي حاصل كان اخويا عليه دين وبعدين انا ساعة ما سددت او دات اللي فهمه من السؤال وده اللي انا اجاوب عليه فلما اخويا كان علي دين فانا بالشهامة وبالاخوة وبالمحبة روحتي سدد الدين اخويا فلما سددت دين اخويا بعد ما سددت دين والحمد لله ربنا فرج عنه وكل حاجة قلت هل ممكن استثمر بقى سددي لدينه ده في ان دوت يكون جزء من مال الزكاة بتاعي او كل مال الزكاة بتاعي لا هيقول لي ازاي مش انتو طيب بتقولوا ان لو كان ليه دين على حد وتنازلت عنه تنازلت عنه يكون ده من قبيل يمكن ان يكون من قبيل للزكاة بطوله نعم قال لي تابو ايه الفرق بطوله الفرق ان انت لما سددت الدين لم تكن تنوز دفع الزكاة الفلوس انت دفعتها لاخوك دي ممكن تكون دفعتها شهامة او دفعتها صدقة فانت كنت متصدق والنية ما تنفعش تنسحب عما مضى النية بتكون الاعمال المستقبلة والزاكت ايه تعريف النية فعل الشيء ماذا قصد الشيء مقترنا بفعلي يعني عندي اول الفعل طيب لو انا ما عملتش النية مع اول الفعل وابتدى الفعل من غير النية الفعل ما يكونش صحيح يبقى انا مش هينفع ان انا اقول ان دي زكاة هي هتبقى صدقة ما ينفعش اقول ان دي زكاة لان النية تأخرت عن عن دفع المال عن سدد الدين طيب اما لما يكونوا عليه دين وانا اسقطوا من عليه اه احنا بنخلي تملك المدين للمال ما احنا نقول مشكلتنا ان هو ان هو يمالك المال الشخص ده وصله المال لان الله سبحانه وتعالى بيقول انما الصدقاته للفقراء لل 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 يبقى لازم يقبضه الفقير والمسكي فقاله بدل هو موقابة الفلوس هو هو اخذ الفلوس ديت اللي هي دين عليه دين عليه مش دين لحد تاني فانا سددته عنه لا دين عليه فإيه اللي حاصل فانا ديته الفلوس ايه فانا ديته الفلوس ويهي الفلوس عنه دلوقتي وانا ليهي فلوس في زمته فإيه اللي حاصل انا ممكن اتنازل عن هذا الدين وانا وبتنازل عن هذا الدين انا وبيه ان انا ايه بتنازل عنه دفعا للزكاة ده يا جوس إلا بقى تاني بكده ده الحكم اذا كانوا عنه يدفع الزكاة من سهم من ايه من سهم الفقراء والمساكين في احتمال تاني ينفع الفلوس اللي ديت على سدد بيها دين أخويا يكون من الزكاة امتى لما يكون أخويا من الغارمين عنده دين ومش هيعرف يسده خالص وهو بيتعرض للخطر فانا سددت الدين عشانه ده آه طب يبقى دفع الدين بتاعه ده من قبيل ايه من قبيل سهم الغارمين آه ينفع ينفع ساعتها لكن من سهم الفقراء والمساكين لا لان ده وقت إلا حاصل انا خلاص سددت الفلوس قبل كده لكن في الغارمين برضو في الغارمين لازم أكون ناوي أدفع الزكاة وعشان كده هو السؤال جنة امتى يبقى هو دفع الزكاة إذا كان هو بيدفع الفلوس دين عن أخوه ينوي ليه؟ لأن النية بتفرق ما بين رتب العبادات دفع المال ممكن ينفع يبقى صدقة وممكن يبقى ينفع النوع زكاة امتى يبقى زكاة لما أنوا بيها النية زكاة ولذلك لابد أن احنا نهتم بدا ولابد أن يتكون في النية يبقى الحال لو أنا سددت دين أخويا من غير ما أنوا الزكاة يبقى كده مش هيكون من الزكاة يا سادة حنتكلمنا النهاردة عن حديث من أجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كده مليان نور وبركة وتخيل كده لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا كل ما ننظر إلى أيدينا وكل ما ننظر إلى الخمس أصابع نشوف بها خمس قيم كبرى خمس معاني كبرى القيمة الأولى قيمة التقوى القيمة التانية قيمة الرضا القيمة التالتة حسن الجوار القيمة الرابعة حب الخير للناس القيمة الخمسة ويقيمة مهمة جدا جدا هو الاتزان خمس قيم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها وجعل القيم الخمسة دي من أهم قيم حياتنا يا رب اجعلنا ممن يتمثلون هذه القيم ويعيشون فيها وفي أنوارها وفي حلواتها واجعلنا دائما نشرب من شهدي حسن كلامي ومجامعي أنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن يتعلمون ويحسنون العمل ليكونوا مع أحسن من بث في الحياة الأمل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اجمعنا به على الدوام يا كريم يا ودود يا رب العالمين